السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته منذ أن قرأت خبر الصغير ريان الطفل ريان الذي سقط في البئر نواحي مدينة شفشاون يعني في البادية بادية مدينة شفشاون سقط في بئر حفرته الصندة آلة الصندة يعني أن قطر البئر ضيق جدا والعمق يصل للأسف إلى 60 مترا يعني البئر عميق جدا الحمد لله الصغير ولو أنه فقد منذ الثاني عشر زوال أمس ولم تبدأ عمليات الإنقاذ ومحاولة الإنقاذ إلا مع الساعة الخامسة عشية يعني عصرا ولزالت إلى اليوم جارية ولزال على قيد الحياة أنزلوا كاميرا ليتابعوا حالته والآن عمليات حفر جانبي يعني جاءت آلة الحفر لتحفر بعيدة عن نزول البئر عن مستوى يعني نزول البئر حتى يستطيعوا أن يقللوا من مستوى انخفاض وعمق البعد الذي فيه الصغير أسأل الله عز وجل لأنه يوفقهم صراحة كما قلت منذ أن قرأت الخبر وأنا منشغل بالتفكير فيه بين فينا والأخرى أرجع لأرى أين وصلت أخبار الصغير صراحة الكل كل من كل مغربي تعلم الخبر وتابعه إلا وهو منشغل ويدعو الله عز وجل أن يحفظ هذا الصغير نسأل الله عز وجل أن يوفق السلطات التي تعمل بالجهود المتوفرة لا لكن تعمل وإن كنا صراحة في مثل هذه الحالات نحتاج إلى آليات متطورة وإلى متدخلين خبراء في مثل هذه الحالات لأنه أكيد سنعيش بين الفين والأخرى مثل هذه الحادثة لا قدر الله لكن نحتاج إلى خبراء في مثل هذه الحالات خبراء إن قاد يعرفوا كيف يتصرفون مع وجود الآلات هناك من يقترح أن يتم إنزال شيء ممكن أن يتمسك به الصغير أو أن مشكلة أن الطفل لازال صغيرا الطفل ريان عنده خمس سنوات فقط فيصعب التواصل معه أو يصعب أنه أن يتفاعل مع الحادثين لأنه صغير وهو الآن في صدمة كبيرة مضت عليه أكثر من 24 ساعة والمسكيلة في حفرة ضيقة فقط هول ذلك السقوط الذي عاشه كبير جدا أنه سقط 60 متر وهو ينزل في ذلك المنحدر الخطير يعني الطفل أكيد مصدوم جدا وخائف وكان قبل أن يتم معرفة مكانه لأنه فقد لم يره أحد إلى أن اكتشفوا أنه في البئر يعني الوقت الذي أمضاه في تلك الظلمة صراحة أسأل الله عز وجل أن يتبت قلبه وأن يدهب الرواع عنه وأن تكون المتابعة الآن التي يتابعه المنقدون قد أسكنت قلبه قليلا أكيد أنهم سيعطونه المواد الغذائية حتى يأكل حتى لا يتعرض إلى الجوع الذي قد تذهب معه روحه لقدر الله الشيط المهم الذي يتابع به على كل أيديم كما نقول على قلوبهم نسأل الله عز وجل أن يحفظ أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وبصفاتي العلا أن ينقذ هذا الصغير أسأل الله عز وجل العلي القوي القدير الكبير أن ينقذ هذا الصغير وأن يعجل بفرح إخراجه من ذلك قعر ذلك البئر أسأل الله عز وجل أن يسرع العملية فإن كل دقيقة تنضي وكل ساعة تنضي إلا وهي شديدة على كل من يستحضر شدة الموقف الذي فيه الصغير وشدة الموقف الذي عيشه والداه وكل سرعة نحن أنا وإن كنت بعيدا عنه لعلى قد تربطني به أو بول ومع ذلك فإن الموقف الشديد وإن الحالة تستدعي أن نتوجه تستدعي بالنسبة لنا أن نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وبالمناجات حتى يتمكنوا من استخراج ذلك الطفل الصغير في أقل وقت وفي أسرع وقت اللهم وفقه من استخراجه اللهم احفظه اللهم سلمه اللهم أرنا عجيب قدرتك في أن تحفظه وأن تبقيه حيا إلى أن يخرج ونفرح بخروجه حيا سالما إلى خبر إخراجه بإذن الله حيا سالما دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر